بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول مولانا جل وعلا في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير الإنابة إلى الله جل وعلا من أخلاق الإسلام ومن هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل وعلا ويقول اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا إليك مخبتا أواها منيبا الإنابة معناها أن يرجع العبد إلى مولاه وأن يتوب إلى خالقه وبارئه جل في علاه الإنابة هي الرجوع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح الإنابة أن يتحول العبد من حال الوحشة إلى حال الأنس ومن حال الغفلة إلى حال الذكر أن يجد لذة في عودته وأوبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير ويقول جل وعلا في الوصايا اللقمانية واتبع سبيل من أناب إلي أي كن مصاحبا لمن أناب وعاد ورجع إلى الله جل وعلا الإنابة إنابتان إنابة عامة وإنابة خاصة أو إن شئت قلت إنابة لجميع المخلوقات وإنابة أخرى للخصوص من خلق الله لأولياء الله وأصفيائه وأحبابه فالإنابة العامة نجد مثلا أن العاصية وهو يرتكب المعصية ينيب إلى ربه ويطلب من الله أن ينجيه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه إلى آخر الآيات وفي آية أخرى يقول وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه في وقت الضر ينيبون إلى الله جل وعلا ومعنى ينيبون إلى الله أن يرجعون ويستسلمون إليه سبحانه وتعالى لذا مدح الله جل وعلا عباده الأولياء بأنهم ينيبون إليه فقال وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وفي آية أخرى يقول جل وعلا مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ أَيَامًا كُلَّمَا نُوْدِي أَجَابًا وَمَنْ بِجَلَالِهِ يُنْشِي السَّحَابًا وَمَنْ كَلَّمَ فِي الدُّجَى مُوسَى بِلُطْفٍ كَلَامًا ثُمَّ أَلْهَمَهُ الْخِطَابًا وَيَا مَنْ رَدَّ يُوسُفَ بَعْدَ بُعْدٍ وَكَانَ أَبُوهُ يَنْتَحِبُ اِنْتِحَابًا وَيَا مَنْ خَصَّ أَحْمَدَ وَاصْطَفَاهُ وَأَعْتَقَ فِي شَفَاعَتِهِ الرِّقَابًا لَكَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ عَلَى عَطَاءٍ مَنَنْتَ بِهِ وَضَاعَفْتَ الثَّوَابًا إِنْ تَأَمَّلْنَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لَوَجَدَنَا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى مَدَحَ أَنْبِيَاءَهُ بِالْإِنَابَةِ وَوَصَفَهُمْ بِهَذَا الْوَصْفِ الْعَظِيمِ وَبِهَذَا الْخُلُقِ الْقَوِيمِ السَّلِيمِ فقال عن سيدنا إبراهيم إِنَّ إِبَرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ومعنى أَوَّاهٌ مُنِيبٌ أي خاشع متضرع قانت لله جل وعلا مخبت لجناب مولاه سبحانه وتعالى يتبين ذلك لنا واضحا جليا عندما ألقي سيدنا الخليل في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل قال له سيدنا جبريل يا خليل الرحمن ألك حاجة فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فَعِلْمُهُ بِحَالِي يُغْنِي عَنْ سُؤَالِي أَنَابَ إِلَى رَبِّهُ وَطَلَبَ مِنْ مَوْلَاهَ أَنْ يُنَجِّيَهُ فَكَانَ الْأَمْرُ الْإِلَهِيُ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمِ أَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ وَاتُوبُوا وَعُودُوا إِلَى بَارِئِكُمْ تَسْعَدُوا وَتَفُوزُوا وَتُفْلِحُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا عبادا منيبين أواهين تائبين متضرعين لجنابه جل وعلا اللهم أمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته